الإعلام العربي متفاوت طبعا من محطة إلى أخرى ولكن دعني أقول لك ما الذي يغير العالم إجابا شيء واحد قبل أي شيء آخر مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني هذا الصمود البطولي هذه المقاومة باسلة هذه القصص الإنسانية التي لا أول له ولا آخر هي التي تساهم في تغيير رأي العام قبل أن تساهم مساهماتنا أو جهدنا على صعيد الإعلام الدولي ولكن أيضا يساعد في ذلك جيل الشباب العظيم العربي والفلسطيني الذي يتصدى الآن بوسائط الاتصال الاجتماعي للإعلام الغربي وينقل الصورة ليلة نهار وعلى مدار الساعة أيضا الجهد الذي نقوم به مع بعض المحطات الغربية طبعا يحدث تأثير هذه المقابلة التي ذكرت حضرتك مع المدعوة جوليا يعني هي أرادت أظهرت عنصريتها وأظهرت انحيازها وصرخت وصاحت وتصرفت بالطريقة لا مهنية ولكن خسرت الموقف هذه المقابلة يمكن شهرتها شوي هي ولكن شهرتها بشكل سيء ولكن هي جابت إلنا تأييد عالمي غير مسبوك أنا لم أتوقع أبدا أن تنبري صحف مثل الديلي ميرور والصن التي ليست معي مؤيدة لنا وبعد ذلك الغارديون وغيرها وتهاجم هذه المذيعة بهذا الشكل للا مهنيتها لأنه هي شو عملت؟ هي جسدت كل العنصرية الغربية اللي رأيناها في وسائل الإعلام مستترة أحيانا ومتلاعبة أحيانا رأيناها بصورتها الصارخة في هذه المقابلة وهذا بالفعل فتح بندورس بوكس يعني فتح صندوق بندورس الذي ظهرت فيه كل أشكال الانحياز الغربي للرواية الإسرائيلية وكل أشكال العنصرية وعقلية التفوق العرقي الأبيض ضد الشعوب الأخرى وضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين لذلك هي أفدتنا كثيرا وأنا فخور بأنه فيه مليون وثمانمائة ألف احتجاج على هذه المذيعة الآن وأنه أمس جرت مظاهرة من إخوة بريطانيين وأخوات بريطانيات تظاهروا أمام المحطة واحتجوا على مقامك تظاهروا أمام المحطة